يعطيك ألف عافية اليوم برنا نحكي عن تطبيق طريق لإحتراف إلكترونيات طبعا هذا التطبيق راح تستخدم كل إشي بعالم إلكترونية أول إشي راح نرجع لواجهة البرنامج طبعا هذا البرنامج اسمه ElectroDoc أول إشي بعطيك عن موضوع المقاومات يعني هاي كشغلة بسيطة وسهلة بتجيك هاي المقاومة أو مثلا مقاومة زي هيك بهذا اللون طبعا أول تدريج مثلا نحطه زي هيك أزرق على حساب هذه الألوان هو بعطيك قديش قيمة المقاومة طبعا هون مثلا إذا غيرنا بتغير إلا هو في آخر رقم الذهبي والسيلفر تغير القيمة طبعا هذا التدريج على أساس الألوان يعني البني رقم واحد الأحمر رقم ثنين البرتقالي رقم ثلاثة الأصفر رقم أربعة الأخضر رقم خمسة وهكذا على هذه الأرقام نقدر نعرف تقييم المقاومات هاي بالنسبة للمقاومات العادية أو على شكل بنات طبعا فيه على موضوع المقاومات اللي بتكون المقاومات اللي بتكون على الدار الكهربائي الأس أم دي أو السطحية احنا مسميها المقاومات السطحية طبعا نكون فيه عليها رقم أنا واجهتني رقم واحد سفر سفر ستة هذا الرقم ميت ميجا أوم آآ برضو رقم بكون موجود على تسعة أربعة خمسة هذا ميت ميجا أوم برضو في آآ لقيتني أرقام خمسين الناس بتفكروا أنه خمسين آآ هو خمسين أوم هو القيمة إلها ميت ميجا أوم طبعا لاحظ الرقم واحد شو برمز هاي نحكي رقم واحد واحد أوم نرجع مية وثلاث عشر كيلو أوم تسعة أربعة خمسة تسعة ميجا أوم طيب النظام فيه كالآتي مثلا ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة بوينت أربعة أول رقم أول رقمين هي عبارة عن قيمة المقاومة الرقم الثالث بكون هو عدد الأصفار لاحظ هاي ثلاثة أربعة على حاله ثلاثة أربعين أوم لأنه الأصفار صفر ما في أصفار فهو ثلاثة أربعين أوم ستة 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 رح تطلع ستة بوينت ستة ميجا أوم ستة ستين ميجا أوم مثلا سبعة ثمانية تسعة ثمانة وسبعين جيجا أوم لأنه عدد الأصفار تسعة هاي بالنسبة لمقاومات الأس أم دي آآ طبعا قانون أوم أنتو بتعرفوه آآ نخلص من آآ المقاومات الحثية هاي نفس الموضوع بقدر يحسب لك على نفس اللون اللي أنت بتشوفه آآ منقسم فرقة جهد هنا أنت أرد عبارة عندك عن دارة سيميليتر أنت بتغير مثلا أنا عندي الكهرباء الداخلي عبارة عن 12 فولت هنا على هذا الأساس أنت بتتغير عندك الأرقام فولت آوت مثلا آآ ثلاث نعمل هون بعطيك الأرقام وعهذا الأساس بتغير مع الدارة هاي لاحظ تغيرت حاسبة عمر البطاريات هون بعطيك قديش عدة ساعات التشغيل هاي مثلا آآ نحسب مثلا بطارية السيارة 45 أمبير أور قديش القدرة التشغيلية للأمبير مثلا باستهلك عسب المثال 30 هون الأمبير لازم تكون 30 أمبير هيك العمر البطاري المقدر 1 ساعة و 32 دقيقة إذا بتسحب 30 أمبير بدون شحن مثلا 2 أمبير وأنا بتقول عندك 23 ساعة العمر طبعا مخطط التوزيع فارجقوه شغلة بتهمنا احنا في السيارات وبتهم الناس كتير برضو كمان موضوع الإلكترونيات مثلا USB مخطط توزيع USB هون بعطيك بين رقم 1 شو هو 5 volt رقم 2 data minus ورقم 3 data plus الرقم 4 OTG اللي هو زي منظومة لشبك الوصلة مع استروج خارجي يعني إذا بدك تشبك تليفون مع USB خارجي بتقدر عن طريق تقنية OTG طبعا مش كلهن موجود فيهن هاي هون معطيك not connected طيب اللي بعد الخط الرابع والخامس بكون هو عبارة عن ground والشل اللي هو الغلاف عبارة عن drain wire يعني بفرق الشحنة هاي لاحظت كيف بعطيك USB من الداخل هاي تقنية USB 3 بلس تمام طبعا برضو هون كمان نفس الموضوع الشواحن كيف نظامهن هون الشحنة العادي والتيب سي واحد V بلس اثنين data minus data 3 shell ground drain هاي بالنسبة لموضوع USB نيجي على الاشي اللي احنا بهمنا هاي بموضوع الصوتيات منفذ RCA كيف انت تشبكه شو الشغلات الموجودة فيه مثلا هون signal ground بعطيك الارقام بالنسبة بعطيك ترتيب المداخل وعلى هذا الاساس انت تشبكه الشغل اللي احنا بتهمنا طبعا مثلا وصلت الابل شو الشغلات الموجودة فيها يعني في بعض المرات بضرب عندك مثلا الوصلة تيجي انت بدك تصلحها تشبكها مثلا على شاحن سامسونج هاي بتجيب انت راسية زي هيك وعلى هذا الاساس انت بتوصل رقم واحد ground رقم اثنين لان زيرو positive رقم ثري لان زيرو negative وعلى هذا الاساس انت تشبكها طيب بالنسبة ل وصلة الابد هاي مهمة جدا هاي وصلة الابد بعطيك مثلا رقم واحد ما في اي وجود احنا بهمنا مثلا ستة واربعطاش ستة واربعطاش الان كان لو والرقم ستة كان هاي الشغل الثاني وين موجود ستة عش مثلا بالنسبة لها ستة عش اللي هو battery power بالنسبة لها اربعطاش وخمستاش مثلا سوري الثمانية اللي هي ground هون بعطيك مثلا ground اربع وخمسة ground وسيجنال ground هاي بالنسبة لها وصلة الابد ننزل لتحت تحويل من الاو بي دي ل دي اي ناين كابل اذا بدك تشبك السيارة مباشرة مع الكمبيوتر هاي الوصلات بتكون موجودة وشابكة مع الكمبيوتر رقم واحد بدك تشبك مع رقم خمسة بالاو بي دي ااو بي دي تو دي اي فيفتين كابل برضو كمان في تحويل اللهم صل على سيد محمد نجعل المواد بالنسبة للمواد هاي مثلا المخطط ال دي بي اي سي هاي هون احنا بنا نحط الرقم تبع ال انا بدي هلا اجيب الكم المخط ال اه